وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تموينية بمضبطات برغت أكثر من 189 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 143 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 45 طن أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 713 قضية من بينها 176 قضية خفز ناقص الوزن و178 قضية خفز غير مطابق للمواصفات